اشتركوا في القناة وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى لمقاليد الحكم من كل من الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي عبروا فيها عناطيب التهاني لسمو ولي العهد بهذه المناسبة الوطنية الغالية راجين من البارع عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى وطنين العزيز وشعب البحرين الكريم دوام التقدم والتطور والنماء كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنية مماثلة من كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان الخليفة عبروا فيها عن خالص تهانيهم وتبركاتهم إلى سمو ولي العهد بهذه الذكرى الوطنية الغالية دعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سموه بمنفور الصحة والسعادة وعلى شعب مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والرقية الرقية